صرح وزير الموارد المائية ورأي محمد عبد العاطي بأن الوزارة لا تألو جهداً في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول وضف خلال اجتماع لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة أن كافة المشروعات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول ولفت الوزير إلى أن هناك منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وتوجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى